دايماً إنما بنيجي نشوف كواليس مشاهير هوليوود وهم بيقدوا في الستوديوهات الدوبلاش بيقدوا يصرخوا ويعملوا كده وكلوا حبيب شخصيته وورا المايكس إيه أصعب صوت كنت أصعب صوت عملته كان فيه فيلم اسمه هوم اتعمل من سنتين فيلم كارتون وكنت أنا البطل فيه وكنت عامل دور نفس الشخص اللي هو بيمثل في بيك بانك بيك بانك ثيوري نسيت اسمه وعش الصبح فكل الأداء زعيق وزعيق بقى من هنا كده فلازم زعيق وفي ناس وقت ميش زعيق بس اعتباطي لا ده لازم إحساس بالشخصية وحاجات زي كده كما تتوارين لهو الصبح كده تفتح زوء تفتح الصوت حاطر مثلا آه بالمايك الصوت عالي شوية شوية عالي شوية ماذا تفعلين الآن ماذا تفعلين صبح خير أنا اسمي أو أو ها فعلى طول كده فبيبقى صعب شوية انت من هنا حبيت برضو كمان الغنى وبتحب تغني بالعربي بالإنجليز اه حابت تغني دلوقتي هل تأخذ من باردوال ديزني؟ أريد أن نفعل شيئاً أخرى شيئاً الإنجليش ولكن ليس شيئاً شيئاً الإزعاج حسناً أحب دوري القدرات الصوت المختلفة للناس بتأشبه تخيرها أن الموضوع ممكن يكون مرهق ومتعب لهذه الدرجة أو يحتاج المحارات دي كمان هاخد بس التوناليتي بتاعتي والآن التفاق الى وقت وذلك نهت أمس الثمس أخير أقول هذا أخير 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 أحيب المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة